بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عايزين ان شاء الله في هذا التمرين اللي رسمنا فيه للسبب بور نقدر عايزين نضيف اي feature اخرى فهنروح على feature وهنشوف ايه الفيتشر الاخرى ممكن نضيفها طبعا احنا عملنا face فتعالا الامول قبل ما نضيف feature اخرى نعمل عملية facing هتكون ازاي from feature فهضغط على الاول from dimension ضغط على face هشوف التالي هيلاقي المينيو اللي جات يقولك what do you want the face to be located شكرا الفيس انسيب المينيو دي مش هنعمل فيها حاجة هنيجي هنا خطبها لك انا عملت ايه المرة الماضية ان انا جيت في edit properties وضفت ان thickness بتعاملية الفيس ده هيكون اديه بopen 06 فهو احفظ لي هنا الopen 06 اللي انا حطيتها فمعناها كده بيقولي هي دي thickness اللي هيتشال من الميتيريا لعشان عملية الفيسينج ياس وشوفت انا اول ما ضغطت هنا بدأ يقولي هو ده ايه التول اللي هيشتغل في هذه الكنية يعني التول يا طيب كده في اي حاجة تانية لا شكرا هنضغط كده نقول الان ما نضغط finish او لو انا عايز اشوف اضغط على الارو لو في اي حاجة تانية استعملها زي مثلا نقول ايه finish خلاص يبقى finish وانتهينا من هذا الفيتشر وهنقل على حاجة تانية او edit properties زي ما شفنا وعملنا edit properties وجبنا منها ايه thickness اللي هو ده او finish and create more لو انا عندي نفس الفيتشر اللي انا بشتغل بيها وعملت نفس الdimension ومزبط كل شيء فانو نيد ان انا اطلع من الفيتشر ولا خليني فيها وقوله ايه finish and create more يبقى وهياخد نفس الdimension ونفس كل حاجة ايه وكل اللي علي ان انا حدد فين ال position اللي هتبقى موجودة فيه فاحنا هنا نضغط على finish خلاص اصبح كده عندي عملت عملية ايه الفيسن شوف هو الترتيب يقولك ايه automatic ordering هو قال لك يا الله اعمل ايه الاول انا اتعمدت ان انا خليها هي رقم اثنين ليه اشانا اواريك رغم ان انا خليتها هو رقم اثنين اللي اه وبدأ عملية ايه الفيس الاول وبعد ما عمل عملية الفيس بدأ يعمل مين عملية ايه لستيب بور ما تيجي نشوف لنا خاصية تانية او نشوف لنا فيتشر تانية ناخدها معنا في هذا التمرين وان شاء الله يبقى خلصنا لما خلصنا التمرين ده ايه اخر خاصية اللي هناخده فيه ده طب تعال هنا على feature تعال ناخد hole ونقوله ايه التالي اول ما اتغطى على الهول ده يا سهر ليه ان فيه عندي ايه plane hole وفيه ده تعالى ده كتير ده فيه plane hole وفيه counter bore وفيه counter sink وفيه counter drill وفيه tabbed hole وفيه cd tabbed hole يعني اذا جميع انواع ده مش بيعمل hole وبس plane hole ده يعمل hole ويعمل عليه internal thread ويعمل فيه counter boring and so on طب خلينا الاول مبادئ عن ده بدء ناخد plane hole ونشوف ايه اللي هنقدر نعمل فنشوف ايه على الرسم وموضح لي ان انا هنا the depth of the hole هو مدهوني ومديني diameter بتاع hole as well وكمان مديني لو عايز اعمل chumfer اقدر احدد قيمة ايه للchumfer اللي انا هشتغل عليه طيب نياقيا نشوف ال dimensions اللي احنا هناخدها لل hole فخلينا نقول الدبث ماشي زي ما هو خليه بواحد ال diameter هغيره اخليه بدل open two five هنخليه open five يبقى اذا انا عملت change اللي هو في هذا الجزء وهعمل بعد كده اقول له خلاص يبقى كده هنقول ايه التالي عشان يقول لي فين البزن زي ما اتفقنا هو جاء عند zero point وجاب لي ال hole طيب احنا عايزين نودي ال hole ده فين تعال نودي ال hole ده نعمل ايه اتنين هوى نعمل هول هنا هو ونعمل هول النحية الثانية كده طيب نعملهم ازايد هول يبقى انا كل اللي انا محتاجه ان احدد قيمة ال x و y اه طب انا احدد قيمة ال x و y زي ايه الجريد دي يا شباب بتساعدني الجريدز اللي موجودة دي بتساعدني جدا بس انا طبعا انا عزا اعرف ايه ال spacing in x axis and y axis ال spacing دي بدي ايه مباشرة اه اقدر اجبها ان انا اعرف من هنا هو يعني انا ممكن استعمل الجريدز اللي انا اقول له انا لو عارفكم طبعا انا عشان اعمل التمرين فاعرف قيمة الجريد دي open to five يعني بخمسة وعشرين من مية يبقى دي خمسة وعشرين من مية يبقى دي كده ايه كل step من دول كل space ب open to five inch يبقى دي عندي open to five ب open five يبقى انا همشي هنقول له هناخد الهول الاولاني طبعا انا عايز اعرف اجيبها دي من هنا اهي اجيبها من هنا من option واروح على snapping grid هيظهر لي المنيو اللي موجودة قدامي فبيقول لي ال origin بتاعي x بصفر و y بصفر x spacing open five y spacing open five length of the parts four inch length in x four inch وال length in y four inch يبقى اذا نو اجيب لي كل طبعا انا عايز اغير ال spacing في ال x او spacing في ال y بدل ما هي خمسة وعشرين من مية او open to five اخليها open five اقدر طبعا ايه هنا اغيره لكي احنا انا يعني كده التأسيم كويس فخلاص انا حبيت اغيرها لك تيجي من هنا تعال هنا تعال هنا يا سيد الفاضل حجم الاثنين اما تدخل قيم x و y عشان تحدد ال position بتاع الهون او ان انت تضغط على هذا ال arrow وتقول او ان شو بص انها ما تضغط على هذا ال arrow هيعملي هي انتقل هنا اقول لي حدد لي من فضلك مكان الهون طب احنا اتفقنا ان دي 25 25 ال spacing 25% من مية اتجاه ال x و 25 في اتجاه ال y يعني انا عندي open five هنا وهو وهاجيب open five انه هو يبقى اذا الهون من الممكن انه يجيه اوا في النقطة دي تمام اهو شوف انا مقدرتش ايه يعني اي اوزنت very precise عشان ايجيت مكان الهون طب انا احسن لي طب يا احسن لي طب ما انا كده انا عايز انا بدم open five اروح كده اقول له ايه او بوم فايف انا ممكن اعمل snap لل grid سنابل الجريد ولكن دعني أوضح لك كل طريقة نستطيع أن نفعل ذلك وبعدين أدي أوبوم فايف يبقى كده يا سيد الفاضل حصلنا على البوزيشن بتاع الهول الأولاني وحددناه وأصبحنا جاهزين دلوقتي عشان نشتغل الهول دعني نوضح لما نيجي نفعل الهول أنا عندي فيه لما باجي أعمل هول لا يمكن أن أبدأ مباشرة بالبيك درالين ده أنا لازم عندي الطول الأولاني اللي بأعمل به سبوت درال لازم تحدد النقطة اللي هي أو السنتر بتاع الهول السنتر بتاع الهول بيتعمل بسبيشيلايز دول اللي هو إيه سبوت درال لذلك هنا هتلاقي وعمل لك درالين كوبراشن بدأ الأول بسبوت درال ثم الخطوة التالية أو نيكست تاب كانت مين الدرال يبقى كده هو إيه أنشأ الهول that's it خلاص أنا أعتقد كده عندنا كل التفاصيل الموجودة لإنشاء هذا الهول جابني فيه الفيتشر اللي هي الهول هيتعمل إزاي سبوت درال ودي الطول اللي هيشتغل بيه فيه السبوت درال الفيت قيمتها دي والسبيت قيمتها دي وعندي الدرال أو البيك درال اللي هي العمق بتاع الهول هينتهي إزاي عملنا بهذه الطريق طيب هنا أنا قلت إن إحنا عايزين ننشئ أكتر منهول يبقى هاجي هنا هيا شباب أقوله إيه finish and create more هيرجعني للمينيو دي مش هطلع بقى خالص لا هقوله التالي وهيودين عندهول أدي التالي نفس الأبعاد زي ما هي مغير طيب دي بثب واحد والديامتر بخمسة من عشرة وبعدين هنقوله التالي هيقولي البوزيشن بتاع الهول فأنا هقوله البوزيشن بتاع الهول إحنا عزين هون في الاتجاه الآخر هنا فهنقوله خدلي XB 3.5 و Y هتبقى 3.5 يبقى كده إيه هنقوله التالي هينقل لي الهول في هذا المكان يبقى إذن أنا كده عملت 2 holes بكده نكون نضغط على finish لأن خلاص أنا مش عايز حاجة تاني فهضغط كده وقوله finish يبقى كده جاب لي إيه 2 holes اللي أنا هشتغل عليه بكده نكون أنهينا هذا الجزء إن شاء الله نكمل في المقطع القادم عملية السيميوليشن لهذا الجزء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر